جبهة النضال الوحيدة في صنعاء هكذا بات يطلق على رابطة أمهات المختطفين في ظل غياب جميع الأصوات والمنظمات والنقابات بسبب القمع والحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على كل أشكال الحياة المدنية في العاصمة منذ أكثر من عامين والأمهات ينظمن وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي يرفعنا اللافتات للمطالبة بإطلاق أبنائهن ويناشدنا المجتمع الدولي إلا أن تلك الوقفات والتنديدات لا تجد صداها على الإطلاق في جديد تحرك الرابطة أدانت الأمهات اعتداء ميليشيا الحوثي على أربعة صحفيين معتقلين في سجونها بالعاصمة صنعاء وقالت الرابطة في بيان لها إن الصحفيين صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصان بالغيث تعرضوا للضرب المبرح بعد نزع الميليشيا لملابسهم وتركهم لأكثر من أربع ساعات في البرد القارس حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي فيما قال ناشطون حقوقيون إن الاعتداء يأتي نتيجة رفض الصحفيين المعتقلين الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم في جلسة النيابة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء من العدب كم جرّعوا من العدب كم جرّعوا الأمهات التي بحّت أصواتهن من المطالبة بإنقاذ أبنائهن نشدنا المجتمع الدولي مجدداً النظر إلى وضع الصحفيين المختطفين قبل البدء بأي مشاورات قادمة وأحملنا ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع هؤلاء المختطفين والمخفيين قسراً تعذيب في السجون وتلفيق تهم واستمرار الاعتداء على الصحفيين المختطفين وانتهاكات إنسانية ترتكب دون رادع قانوني وهو مشهد يتكرر يومياً في العاصمة صنعاء بعد الانقلاب وسيطرة الحوثيين على جميع المؤسسات